بصراحة الواحد زهق من الاكل ان كل يوم يعمل حاجة جديدة في رمضان فالنهاردة حبيت اغير الفكرة واعمل لهم كشري المحلات قال مش هعرف اعمل لهم كشري المحلات في البيت زي الجاهز بالزبط اتحدتهم وقلت لهم ان هعملوا احسن من محلات الكشري وانتوا حكموا بنفسكم ويريتني ما عملتم من ساعتها كل شوية يطلبوا مني قال ايه احلى من الجاهز يا مامي بصراحة كان عندهم حق يلا نبدأ ونصلى على الرسول اول حاجة معايا جبت حبة زيت حلوين كده وحبة شعرية والكمية اللي انا هعملها دي في اديكم انتوا تقدروا تزودوا الكمية وباديكم تقللوها اقل بالشعرية واداية فيها علشان ما تتحرقش وتكون معايا دهبي وبنفس اللون العظيم اللي انتوا شايفينه ده وجبت كوباية ونص من الرسط طبعا الكمية على حسب الافراد اللي عندكم انا حطيت كوباية ونص من الرسط الابيض المخصول ومتصفي منه المية كويس قوي وبدأت اشوحهم كده والحتة دي بقى جبت العدس الاصفر وغسلته كويس قوي ما نقعتهوش غسلته كويس يدوك شطفته وحطيت على الرز والشعرية وقلبهم واسيبهم يتشوحوا كده تشويحة حلوة وحطيت معلاءة كبيرة من الملح وهكتفي بالملح مش هحط حاجة تاني تمام? ايه لازمت ان انا بشوحهم علشان يطلع الكشري معايا مفلفل جبت بقى مية سليق المقارونة وعايز اقول لكم ان هي بتختلف تماما عن الطرق اللي احنا بنحط لها مية عادية من الحنفية جربوا الطريقة دي روعة هاتوا بقى المية سليق المقارونة وبدأوا اسقوا بيها الرز لحد ما يستوي ونقلب وندوق الحد تمام تمام نغطيها وما نقلبش فيها عن ملع على بطول لحد ما تتشرب واول ما تتشرب معايا بوطي عليها البتجاز لحد ما يستوي بيبقى معايا كده لان البخور كده كده بيسوي وعلشان تاخذي رز كويس جدا جدا زي بتاع المحلات سوي تلت اربع سوى وغطي الغطة عشان يستوي سوى كامل بالبخور تمام? وبقى معايا مفلفل وزي الفل نخش بقى على الطريقة التانية جبت البصل معايا اربع بصلات وممكن تزاودي قطعتوهم شرايح صغيرة وتقدار ان انت تقطعيهم جوليان او حلقات جبت حلة كده وحبت زيت كتيرة قوي وحطيت فيها البصل اللي انا قطعتو وابضل اقلبهم كويس قوي لحد ما لونهم يكون دهبي وفي المرحلة دي انا قسمت حبة دهبي وحطيت بقتهم يتحمروا علشان ما وسخش مواعين مش اكتر جبت شايفين الفرق ما بين ده وده اللونه دهبي بقى احطه في قلب الحلة واكمل الوصف عليه انما اللونه اللي غامق ده بسيبه علشان ازاين بالكشري ودي التقلية بتاعتو اجيب بقى هنا معلقة كبيرة من التوم المفروم وقلبهم كويس قوي لحد ما شم رحة التوم وبعدين انزل بالطماطم عصير الطماطم واهم حاجة يكون متصفي منه البزر كويس قوي وجبت عليهم كوباية من الميا وعليهم معلقة كبيرة من السكر مكعب من المرق معلقة صغيرة من الملح ومعلقة من الكمون معلقة كبيرة من الكمون وقلبهم كويس قوي ولو عندك ورق لورة حطي ورقتين لورة كده بيكونوا حلوين قوي وقلبهم كويس قوي 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 مع بعض وهنا حبيت ان انا ازود ميا فحرمي بقيت مية المكارونة اكيد لا زودت بمية المكارونة برضو طعمها خطير وبتفرق جدا جدا في الطعم ودي معي صلصة الكشري ابدأ ان انا ادقها واشوف الحدق بتاعها لو تمام يبقى تمام مش تمام نزود لها حبة ملح واسبها تغلي مع بعضها وعلى حسب برضو الخفية اجيب حلة تانية وحبة زيت هم علقتين كبار من الشطة تمام وقلبهم كويس قوي على نار هادي واول ما يتشوحوا كده مع بعض اروح نزلة بعصير التماطم اللي انا عملته صلصة التماطم اللي انا عملتها الصلصة معي يعني اخد كده كبشتين كده كبار من الصلصة واقلبهم كويس قوي قوي مع بعض اول ما تعمل فقاقيع كده اروح بقى مزودها هنا معلقة صغيرة من الكمون على ملح تمام? ومعي كباية كبيرة من المية مش كبيرة قوي يعني وقلبهم كويس قوي واول ما تغلي معي تبقى كده جهزت معي وتمامه زي الفل وشايفين الزيت اللي بيطلع على الوش دي بتاعت المحلات وبعدين نخش على الدقة خمس لامونات كبار معلقة كبيرة من التوم المفروم ومعلقتين كبار من الكزبار النشفة تمام? اهو انا طحناها في البيت محمصها وطحناها طعمها خطير معلقة صغيرة من الملح وتلت او اربع معالق من الكمون لان الدقة اساسها الكمون واللمون ومعي ربع كباية من الخل وقلبهم كويس قوي وابدأ اشغل عليهم البتجاز تقدر ان انت تعمليها على البارد وعلى الصخر عادي وبعدين حطيت زودتهم هنا علشان هي مركزة جدا زودتهم بكبايتين من المية او كباية من المية على حسب برضو ما بتحبيها وبكده تكون الدقة جهزت معي ندخل بقى على العدس اللذيذ بتاعنا العدس الاسود او العدس بجبه اخطله كويس جدا واول ما المية تغلي اروح من الزلال حد ما يستوي معي بالشكل ده اجي بقى هنا للمقارونة اجيب بقى النوع المقارونة اللي انت بتحبيه انا استخدمت النوعين دولت من المقارونة تمام؟ كسرت المقارونة الطويلة كسرتها نصين وهنا اجيب بقى حلة فيها معلقة من الزيت ومعلقة صغيرة من الملح وابدأ ان انا احطهم كده المقارونة لحد ما تستوي معي واهم حاجة ما سوهاش او عشان ما تتهريش معي اسويها تلات تربع سوى وهنا طبعا كنت بعد مما سقيت الرز بتاع الكشري معي بالمية بتاعته وبكده تكون المقارونة جهزت معي اجيب بقى طبق التقديم والمرحلة دي بقى كلنا بنعشقها يعني مش بنحبها بس بنعشقها ان احنا بندوق قدمت الصلصة والدقة والشطة في كل حاجة كده مع بعض نيجي بقى نشوف فلفلة الرز العظيم الخطير المفلفل شايفين؟ فيش احلى يا جماعة من الحاجة اللي بتتعامل في البيت وبكده نكون غيرنا برضو في رمضان شايفين؟ الرز ما شاء الله مفلفل لان احنا قلبنا فيه وشوحناه كويس قوي قوي وما بقناش نقلب فيه عمال على بطول وكمان المقارونة استوت معي ما تهاردش لان كل حاجة مش متقسطرة معي تمام وزي الفل لو انت حسيتي ان وحطيت كمان عطس الاسود او عطس بجبة منع الوش كده وكمان التقلية اللي انا ركنتها على جنب تقدر ان انت تزود كمية التقلية وتقدر ان انت بدل ما تقطعيها حطة صغيرة قطعيها شرايح زي ما بيعملوها كده وردات في المحلات بس انا بصراحة هنا بحبها علشان بتحك على ولادي كده وبدأ خالها في اي اكل بس كده عايزين بقى المقارونة حسيتوا ان المقارونة اه اعجينت معاكو شوية بلو معلقة زيت كده حلوة باديكو وبدأوا ان انتو قلبوا فيها علشان يبقى معاكو مفلفل المقارونة تبقى مفلفلة معاكو تمامو زي الفل جبت شرايح من اللمون وبدأت ان انا ازاين بيها قال ايه عامل دوكوريشن المحلات يا جماعة جبت بقى الشطة والسلسة والدقة وبدأت ان انا ادوء اللي انا عملته ما هنالازم انا ادوء قبل الاولاد كمان بسم الله شايفين والله خطير قنطعمه احلب جد من اللي انا باشتريه من برا اهو كمان اطفالك هيكلوه وهم متطمنين وانتي كمان قلبك كده اه متطمن ان هما بيأكلوا حاجة نظيفة وفي البيت ولو اطفالك بقى مش بيحبوا اه انواع معينة من المقارونة دخليها في الكشري كمان بيبقى طعمه خطير ولو انت وسلسل حد هنا في الفيديو صلى على الرسول وقبل ما اختم معاكم لايك وشير ودعوه بالخير وما تنسوش تعملوا لايكوه كتير قوي ومشاركات عشان غيركم يستفيدوا كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ينعاد علينا بالصحة والستر وراحة البال يا رب باي باي